للحكاية بتاعة محمد صلاح مبالح وكان لها رأي فيها مشاكراره تاني ونسمع أحسن من زملتنا العزيزة سلمة مشهور مشجعة مصرية لفريق ليفر بول حضرة مباراة الليفر هي صنعت محتوى خطيرة يعني أكيد حضراتكم أو جزء من حضراتكم بيتفرج عليها أنا من الناس اللي بتفرج عليها طول الوقت مشرفاني ومنوراني سعيد جدا بتواجدك معايا والله أنا أسعد شكرا جدا على الكلام الجميل ومبسوطة جدا أني متدخلة معاكم أنا مبسوط أكتر وليلي بقى من الملعب مبارح شفت اللقطة بتاعت صلاح وكلوب إزاي وتحليلك ورائق برضو وأنا عايف أن أنت بتتكلمي طول الوقت مع الجماهيد وبتسأليهم الناس برضو رأيها إيه بالنسبة للموقف ده موقف صلاح ويرجان كلوب بصوا هو من أول الماتش خالص لما صلاح كان بيقومي سخن كان واضح أن فيه حاجة حتى فيه لقطة أنا صورتها بالصدفة سميكاس وشوش وكده قالوا حاجة رح صلاح عمله كده لكنه قصده اللي هو مش فارقة بقى خلاص كان واضح أن فيه تنشنة طبعا على الخط بقى شفنا اللي كلكم شفتوه يعني معرفش بقى واضح لكل الناس قد إيه وكلنا طبعا بنحاول نخمن اللي حصل يعني في الآخر واضح أن كلوب كان عايز يحضنه وصلاح ما كانش عايز يحضنه فقصل تنشنة قال له خلاص عنك ما حضنتني ما نعرش وش وش وإيه بس هو صلاح كان نازل وهو ساكت واضح أن اللي كلوب قاله له هو اللي عمل كل ده وبالصدفة نونز دونا عن كل الناس هو اللي كان بيخوش ما بينهم طيب سأل ما أنا عايز أسألك الناس في المدرجات كانوا بيقولوا إيه باللقطة دي شفوها إزاي وانت خارجة من الملعب الناس بتتكلم إزاي حتى وانت بتتبعي الناس على السوشيال ميديا الإنجليز بيتكلموا زي عن اللقطة دي زعلين من صلاح زعلين من كلوب بيلوموا على صلاح بيلوموا على كلوب شفتي وتحليلك للموقف كان عامل إزاي أنا بالصراحة شايفة الموضوع خمسين خمسين يعني اتكلمت مع كذا حد من مشجعين ليفر بول اتكلمت مع كذا حد ما عندوش يعني ولا ليفر بول ولا مصر ولا أي حاجة يعني ناس محايدة والناس نص نص كل الناس بتقول ما هو على حسب كلوب قاله إيه وفي ناس بتقول طبعا مهما كان قاله بس هو الموضوع غريب عشان هو كلوب يعني دي حتته إن هو عمرنا ما شفنا ده كلوب دايما واللعيب نازل بيبقى بيحضنه وكده آه صلاح كان بيتدايق وهو خارج من الملعب بس دي حتته وصلاح كمان بموضوع غريب عنهم احنا يا ما شفنا ده حصل اللي عجبني بقى في الموضوع ده إن كلوب زمان لما كان بيطلع صلاح ومتدايق هو أو ماني كان كلوب بيقول أنا بحب ده فيهم أنا بحب شغفهم ولو طلع مش متدايق أنا كنت هتدايق وحس إنهما ما عندهمش الشغف ده لكن مبارح في وجهة نظري في وجهة نظر ناس كتير أنا تكلمت معاهم بسبب إنهما ما كذبوش المطش ده وبسبب الكام أسبوع اللي فاتوا الموضوع قلب الشغف اللي كان ممشي ليفر بول وناس كتير قصا بتقول إن ليفر بول وصلوا اللي هما فيه الموسم ده بسبب الشغف والعاطفة سبحان الله قلب على الاتنين اللي احنا مش متعودين منهم ده فبتهيق لي ده رأي المجموع وكمان لما سماعت بقى صحفيين كتير قوي اللي صادفني إن معظم الناس اللي كانت لعيبة قبل كده كانوا متبهمين صلاح مش بيقولوا إنه صح كده كده طبعا غلط والتشويح غلط وكله بس كانوا متفهمين وكانوا حسين عادي أنا كنت ممكن أعمل كده الناس اللي ما كانوش لعيبة وصحفيين بس يمكن بيلوموا عليه أكتر بس دي حاجة صدفتني وحسيت إنها حاجة مشوقة سلما أنا بشكرك شكرا جزيلا كنتم مبسوط جدا أن أنت موجودة معايا النهاردة سلما مشهور واحدة من صناعة المحتوى الشطرين جدا مشجعة دايما لليفر بول موجودة طول الوقت في المدرجات موسيقى موسيقى